السلام عليكم ورحمة الله انا هشام من قناة مختصر الزراع سماد القهوة هل فعلا القهوة تستخدم كسماد نعم مليئة بالنيتروجين مليئة بالنحاس فيها بوتاسيوم فيها عناصر كثير تعتبر مادة عضوية طب كيف ممكن نستخدم سماد القهوة سألتوني عنه كثير وجه اليوم اللي احكي لكم فيه راحكي لكم عنه باختصار بكل بساطة يمكنك اضافة القهوة وهي سائلة يعني هاي الكاسة قبل شوية اشرب فيها قهوة انتهت القهوة وصلت لحد الحثل النهاية بكل بساطة موجود فيها تقريبا الربع بزيد عليها مي وبضيفها للنبات طبعا في بعض الاخوة بقولك بيئذي النبات لا ما بيئذي النبات عن تجربة وجدا مفيد وفعلا راح يفرق معك النبات سماد عن جد كثير كويس حيث القهوة استغربت صراع ما كنت استخدمه ولكن فعلا جدا مفيد بكل بساطة ربع كاسة يعني انت حاط ربع الكمية قهوة بزيد عليها مي بهذا الشكل هذه الكمية كافية خلاص صار سماد هيك انت معك سماد شوف قديش الدنيا ربنا خلق الطبيع تبيعة متوازنة لما يطلع نبات بيكون في عناصر باخذ من الأرض ومن التربة عناصر مفيدة وبحط هاي العناصر في ثماره وفي أوراقه فانت لما ترجع تستخدمها كسماد طبيعي بتفيدك الان بكل بساطة اخوة الكرام كيف يضاف سماد القهوة بشكل عام هذا نبات لكلان شوى بضيف له هذه الكمية كمية يعني شيء من الري مش كل الري يعني تطلعوا قداش كي ضفت عليها نصف كاسة ماء نصف كاسة ماء من القهوة بعدا برجع برويها ماء عادي مثلا عندي القاردينيا القاردينيا كيف بضيف عليها نصف كاسة ثاني كبير القصيص تبع ها بضيف عليها قهوة تمام انت لما يكون معك كاسة قهوة وزعها على كل القصص الكمية لو حطيت مثلا ربع هاي الكاسة بعد ما تخلط بالمي خففوا بالمي ما تضيفوا مباشرة انا قلت لكم خففوا بالمي يعني ربع بضيف عليها مي حط ربع الكاسة من القهوة بضيف عليها مي هذا الاستخدام السائل ما بيضر ما بيأذي ما بيحرق ما تخافوا ما بخرب التربة فقط هايو هذا النبات عندي موجود اللي هو الياسمين الهندي بحط عليه القهوة فقط هذا الاستخدام السائل طيب استخدام البودرة يا مهندس حاضر من عيوني بحفر الاصيس او التربة تبعت الهذا بحط كمية من القهوة بشكل عام فرد تمام على التربة وبغطيها فقط بكل بساطة مثلا من الاتجاهات كاملة بحفر قهوة كمية بسيطة يعني مش كثير هذا بهذا الشكل ها كمية برش رش 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 بإمكانك إنك ما تخلطها يعني مع التربة إذا أنت متغلب فقط رشها رش على التربة مع السقي هي راح تتفعل ويأخذوا النبات منها هذا القهوة طبعا مش القهوة السليمة اللي إحنا منوكلها إحنا منسويها بنشربها بعدنا نشربها بظل الحثل إذا نشف راحت عنه الماء بصير بودرة برجع بتفتفت وبإيدك برجع بودرة ترجع تستخدمه بهذه الطريقة إخوة الكرام كل إشي موجود في المطبخ من النباتات طالع من النباتات يستخدم بطريقة أو بأخرى يستخدم كسماد يصنع منه كومبوست مفيد للنباتات بشيء كل شيء من النباتات بإمكاننا نرده للنبات كفائد إله والنباتات نفسها بتصنع مبيداتها بنفسها فلذلك رح أركز معكم كثير بموضوع التسميد الطبيعي والمبيدات الطبيعية ولكن لا مشكلة أن أذكر لكم المبيدات الكيموية والسماد الكيموي عشان يكون عندكم علم بكل شيء هذا هو سماد القهوة باختصار وكيف يمكن استخدامه على النبات وفائدته فعلا مفيد أنصحكم به أتمنى أنكم استمتعتم وما استفدتم بهذا المقطع الجميل القصير المختصر أتمنى ما ننسى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلالي محمد أتمنى ما تنسوا الاشتراك في القناة كنوع من الدعم والتحفيز بارك الله فيكم شكرا كثير على دعمكم شكرا على ثقتكم كان معكم أخوكم إن شاء من قناة مختصر الزراعة سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سلام عليكم